موسيقى التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أعضاء مجلس شباب منطقة الرياض في دورته الجديدة وأنوها سموه بدور الشباب ومنجزاتهم الذين كانوا على فترات سابقة في المجلس وأدائهم المميز مؤكدا على أن الوطن يزخر بطاقات من أبنائه وبناته المتميزين بطموحاتهم وأعمالهم من جهة ثانية دشنا سمو أمير منطقة الرياض الموقع الإلكتروني للملتقى الرابع لليجان الشباب المنطقة الذي تستضيفه جامعة دار العلوم وذلك خلال لقائه رئيس الجامعة الدكتور خالد الحمودي وأمين لجنة شباب المنطقة الاستثمارية الدكتور محمد القحيز وأتمنى الأمير فيصل بن بندر التوفيق للقائمين على الملتقى منوها بالجهود والنجاحات التي حققها في فترات سابقة التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي والوفد المرافق له وأشاد سموه بما تقدمه الهيئة من جهود كبيرة وتكاملها مع الجهات ذات العلاقة لحماية المجتمع والعمل كمنظومة رقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء والحفاظ على صحة الإنسان فيما قدمه رئيس الهيئة لسموه تقريرا عن أعمال وأنشطة وبرامج الفرع خلال العام الماضي وجهودها خلال جائحة كورونا في مجال توفر وسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومن المنطقة الشرقية إلى منطقة القصيم حيث شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيزة أمير منطقة القصيم توقيع عقد اتفاقية تعليمية الرياضية بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والشركة مياه بيرين لرعاية المسابقة الرياضية دوري كاس بيرين بتعليم القصيم وثم ناسموه توقيع الاتفاقية والتي جاءت لتعزيز الجانب الرياضي للطلاب وتجسيد الاهتمام بمواهبهم وإبداعاتهم مشيدا بواقع الشراكات المجتمعية بتعليم القصيم والسعي لتقوية الجوانب المتعلقة بالطلاب كافة من جهة ثانية رأس سمو أمير منطقة القصيم اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التلموي الذي ناقش حالة المهام المرتبطة باللجنة والمستهدفات خلال الفترة القادمة واستعرض مشاريع الإسكان التلموي الجاري تنفيذها ونسب إنجازها كما تطرق إلى برامج منصة جود الإحسان إلى منصة جود الإسكان وأشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بجهود أعضاء اللجنة مشيرا إلى حرصها على تقديم الحلول السكنية والتي تكفل رفع نسبة التملك للفئات المستهدفة من برنامج الإسكان التلموي تحقيقا لرؤية المملكة عشرين ثلاثين ونبقى في القصيم حيث اطلع سمو أمير المنطقة خلال لقائه الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ناصر الحقباني اطلع على جهود المجموعة لتطوير الخدمات الطبية ودعم التخصصات النوعية في المجموعة بشكل عام ومنطقة القصيم بشكل خاص وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل لأهمية دور القطاع الطبي الخاص في التكامل مع القطاع الطبي الحكومي كون رؤية المملكة عشرين ثلاثين وضعت الاهتمام بصحة الإنسان أحد أهم مرتكزاتها مشيرا إلى أهمية دعم البرامج الاستثمارية في القطاع الطبي الخاص والتي تعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة ومن القصيم إلى المنطقة الشمالية فقد شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة مضاعفة الجهود وتطوير البنى التحتية لجميع المخططات والحرص على الانتهاء منها وطلع سموه خلال زيارات التفقدية للمخطط الاستثماري في محافظة رفحة على احتياجات مخطط البلدية وأكد على أهمية تنشيط الاستثمار البلدي وتدليل العقبات والمعقات مام المستثمرين وتسهيل الإجراءات لتنمية المدن والمحافظات وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة لاستقطاب الاستثمارات الرسمالية كما تفقد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية مشروع إعادة تأهيل حديقة الملك فهد بالحي الإداري بمحافظة رفحة وأشهد الأمير فيصل بن خالد بجهود الأمانة في تعديل الملاحظات السابقة ومعالجة السلبيات وتعزيز منظومة المرافق الخدمية تحقيقا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج جودة الحياة وأشار إلى مساهمة المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضاري في توفير أماكن مناسبة ومهيئة للمواطنين إضافة إلى تنقية وتلطيف الأجواء حثا مرتادي الحقاء الحدائق على العناية والاهتمام بها والمحافظة عليها وافتتح سمو أمير منطقة الحدود الشمالية مبنى إدارة المخدرات الجديد بمحافظة رفحة وتجول الأمير فيصل بن خالد في المعرض المصاحب والطلع على محتوياته كما تجول في أرجاء وأقسام المبنى مستمعا إلى شرح عن الإمكانات التي تتوفر فيه ونوها سموه بحرص القيادة الحكيمة على أمن الوطن وحماية شبابه من آفة المخدرات مشيدا بجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها ثم شاهد الحضور تقريرا وثائقيا مصورا عن مجهودات الدولة في مكافحة المخدرات كما افتتح سمو أمير منطقة الحدود الشمالية فرع الكلية التقنية في محافظة رفحة بحضور محافظة المؤسسة العامة للتدريب المهاني والتقنية دكتور أحمد الفهيد وأكد الأمير فيصل بن خالد على الدعم الذي تحظى به مؤسسات التدريب التقني والمهاني من القيادة الرشيدة مما يستوجب مضاعفة الجهد والتكامل في تحقيق أهداف رؤية المملكة في مواكبة احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات التقنية والمهانية وتفعيل جودة المخرجات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وشاهد سموه عرضا مرئيا عن المبنى الذي يقع على مساحة تقدر بـ 25 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 64 مليون ريال وإلى منطقة جزان حيث التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ أسام المدخلي واطلع سموه على تقرير الخطة الوطنية للتوظيف بالفرع منوها بالجهود المبذولة متمنيا لمنسوبه التوفيق والسداد كما التقى السمو نائب أمير منطقة جزان بمدير التعليم بمحافظة صبيا الدكتور حسن خرمي وعددا من طلبة ومنسوب ومنسوبات الإدارة وتسلم الأمير محمد بن عبد العزيز تقريرا عن سير العملية التعليمية والمدرسية وكذلك الجهود المبذولة منذ بداية العام الدراسي الحالي وما قدمته الإدارة والمدارس من جهود للعودة الحضورية الآمنة واستقبال الطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة كما دشن سموه عددا من المشروعات التي تسهم في رفع جودة المخرجات ونواتج التعليم داخل المدارس وكرم الطالب وسام المالكي لتميزه في مشاركة الإدارة بمعرض إبداع للعلوم والهندسة لعام 2022 الذي أقيم بالمدينة المنورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر